بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس في هذه الوحدة تطبيقات التكامل محدد وهي أربعة تطبيقات نبدأ بالتطبيق الأول وهو في حساب المساعة لأن ندرس النظرية التالية إذا كانت الدالتان Fx و Gx دالتان متصلتان على الفترة المغلقة A-B إذن الشرط الأول في النظرية أن تكون F و G متصلتان على الفترة أي كمولتان على الفترة المغلقة A-B ولنفترض أن F أكبر من G لكل قيم X من الفترة A-B ماذا يعني هذا الشرط؟ الشرط الثاني هذا إذا كانت F أكبر من G ماذا يعني؟ يعني إذا كانت هذه هي الفترة من A إلى B فالF أكبر من G فإذا أخذنا أي X من هذه الفترة فإن المسافة Gx هي المسافة من هنا إلى هنا هذه هي Gx أما Fx فإنها تمثل مسافة من هنا إلى هنا إذن هذا هو Fx إذن يعني أنه أي X يقع بين A والB الF كطول أكبر من G عنده إذن فإن مساحة المنطقة عنده إذن فإن المساحة المنطقة المحصورة بين Fx والGx والمستقيمين A وB بين Fx والGx إذن هذه هي المنطقة عند إذن مساحتها المحصورة بين المنحنية والخطان الرأسيين X يساوي A وX يساوي B تعطى بالعلاقة التالية المساحة أنه أول حرف من كلمة area فرمزة A هي التكامل من A إلى B لـ Fx نائز G لX بD لX لنشرح قليلا عن هذه النظرية يمكن اعتبار هذه المساحة على أنها مجموع مساحات المستطيلات التي قاعدت كل منها هو DX أي لو سوينا هون مستطيل صغير قاعدته DX بهذا الشكل إذن عرضه DX الآن لو حسبنا مساحة هذا المستطيل كررنا هذه العملية أخذنا مستطيلات أخرى ثم أخذنا المجموع فهذه نفس الفكرة التي أنشأها مجموع ريمان تكامل عندما أنشأت تكامل ريمان ولذلك يعتبر المساحة هي أحدى تطبيقات التكامل المحدد إذن إذا اعتبرت عرضه هو DX وارتفاعه ارتفاعه هو حاصل الفرق بين Fx وGx ماذا يعني حاصل الفرق هذا؟ يعني في العادة لو كانت هذه هي المنطقة التي أريد أن أحسب مساحة وهذه هي المنطقة RLX فحتى أعرف أي منهما هو الأعلى بروح برسم مستقيم يوازي وله اتجاه المحور OY فإن هذا المستقيم يدخل المنطقة من نقطة دخول ويخرج من نقطة خروج فحاصل الفرق بيناتهم هو طول هذا المستطيل إذن عرضه هو DX أما طوله فهو الفرق بين منحني الخروج منحني الخروج الخروج نائس منحني الدخول إذن هذا هو طبعا المستطيل سيكون أو المستطيلات المنطقة ستكون بذاتها X تساوي A ونهايتها X تساوي إلى B حتى أن هذا التكامل يمكن إعطاهه بشكل تلك إذن هذا مساحة مستطيل إذن هذا هو عبارة عن مساحة المستطيل عرضه المستطيل هذا هو عرضه أما طوله فهذا هو طوله والتكامل هذا هو عبارة عن حدود المستطيل إذن هذا هو عبارة عن المعنى لهذا الليل تسمى المنطقة هذه المنطقة التي نحاول أن نحسب مساحتها بالمنطقة Rx المنطقة المحصورة بين المنحنين Fx وجل X وبين المستقيمان الرأسيين X يساوي A و X يساوي B تسمى Rx نسبة إلى أن التكامل الذي نحسبه نسبة إلى متغير X حيث أن Fx أكبر يساوي إلى Gx وكل من A و B الحدين الأصغر والأعلى لقيام X الآن ما هي الإرشادات لإيجاد هذه المساحة الإرشادات حتى لا نتعزف إيجاد حل مثل هذا السؤال أول إرشاد هو أن ترسم المنطقة المراد إيجاد مساحتها طبعا الرسم هو رسم بسيط ولا يطلب منه الدقة فقط حتى أخذ فكرة عن المساحة أو عن المنطقة Rx إذن نرسم المنطقة المراد مساحتها وبتحديد الحد العلوي Y يساوي Fx والحد السفلي والمستقيمان الرأسيين X يساوي A و X يساوي B هنا إذا لم يعطينا A و B إذا لم يعطينا وأنا بقول لهم دائما لن يعطينا إذن هو هو لن يعطينا المستقيمان X يساوي A و X يساوي B ماذا أفعل حتى أوجدهم؟ نحل المعادلتين نحط Fx تساوي إلى Gx ونحل هذه المعادلة فبتطلع معي قيم A وال B اللي عم أدور عليها طبعا إذا كان الرسم دقيق عنده إذن بيظهروا من الرسم مباشر X A و X يساوي B الخطوة الثانية أرسم مستطيل عام قاعدة المستطيل DX أما عرض المستطيل في الخطوة الثالثة عرض المستطيل هو Fx نائس Gx كيف أوجد عرض المستطيل؟ قبل قليل نرسم مستقيم يوازي وله اتجاه المحور OY يدخل ويخرج إذن هذا هو الطول إذن هذه هي المسافة بينهم كيف أحسبها؟ بقول الخروج نائس الدخول فأنا في نص النظرية عندي إن Fx هو الخروج وجيل X هو الدخول حسب نص النظرية إن F أكبر من جيل لكن في التمارين يمكن بالرسم أرسم هذا فأحدد إن هذا هو الخروج وهذا هو الدخول إذن هذا هو عرض طول المستطيل عنده إذن المساحة هي طول ضرب العرض عنده إذن يمكن أن نعبر عن المساحة بأنها الطول ضرب العرض وبالتالي الخطوة الأخيرة في هذه أحسب قيمة التكامل التالي بأخذ مساحة مستطيل اللي حسبته بالخطوة التالتة وبحطه هنا وبكامل من A إلى B فأحصل على المساحة المطلوبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته